بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برحب بكم في درس جديد من دروس سلسلة صناعة الخلفية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم برضو على وهنعمل به خلفية مشابهة للخلفية دي. الخلفية دي يعني نقدر نقول انها شبه الستاير شوية. ازاي نقدر نعمل افكت زي اللي احنا شايفينه ده المحاكة دي او المحاكة دي الستاير على فكرة ده يعني انا وانا بكلمكم دلوقتي يعني اجي في دماغي اا كمان حاجة نقدر نضيفها على الشكل ده وهورنا لكم بعد موريكم الاول ازاي نعمل حاجة زي دي. نقفل الشكل ده ونرجع. اول حاجة اروح على اختار انا كنت شغال على لكن طبعا انت لك مطلق الحرية انك انت تشتغل على اللي انت عايزها. ممكن نشتغل على ونعمل اوكيب. الاول نسمي لي وليكن اا بقسم اا изв. اا. ونعمل اوكيب. بعد كدة اروح على اللون مش هيفرق. نسمي دي ولي هكون ونعمل اوكي. بعد كده نروح على ونكتب فراكتا ودابل كليك على عشان تنزل لنا بالشكل. طبعا ده تاني مرة نتعرض فيها وانا قلتلكم سابق وقلت يا جماعة قوي جدا جدا واستخداماته واستغلالاته كتيرة جدا جدا جدا. طيب هنسيبها زي ما هي. طيب في عندي صوفت لينير وعندي انواع تانية. عموما البرامترز بتاعة اللي تمطلق الحرية انك انت تغير فيها زي ما انت عايز. لكن عشان تعرفها. طيب ده نوع النويز نفسه. النويز طيب عندنا صوفت لينير وعندنا تقدر انت تختار زي ما انت عايز. الكونتراست تمام اللي هي التباين او شدة الوضوح. هنا مية ممكن اعملها مية وتلاتين مثلا. انا مية وخمسين مش فاكر. حاجة زي كده. ما علينا. نخليها احسن مية وعشرين. بعد كده اجي على حاجة اسمها اوفر فلو. اوفر فلو اللي هو تقاطع الالوان دي مع بعضها يبقى شكله عامل ازاي. هنا حاجة اسمها قال له يعني هنا بيقول له ان يسمح بالنتيجة او باللون الناتج من تقاطع الابيض مع الاسود. لكن انا في حالتي دي عايز عايز تقاطع ناعم جدا 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 بتدريج واضح من الاسود لغاية الرصاص. مش عايز لون ابيض قوي. عموما اوفر فلو تقدر ان انت تعمل بها كزا تجربة وتشوف انهي واحدة اللي هتعجبك بالمناسبة دي انت بيتهيق لك ان ما حصلش تغيير. التغيير في بالذات مش هيحصل غير لما نعمل ليه? لان لو انا اخترت اي نوع من دول الالوان بتتحرك يا يمين يا شمال يا فوق. يا تحت. تمام يا ايما متقطع مع بعضها. وارب باك بيخلي الالوان دي تطلع من ورا ومن ورا لقدام تحس ان اللون بيغلي. فده بس الفرق بين وارب باك وبين بقية الاوفر فلوز اللي موجودة عندنا هده. نختار صوفت كلام. بعد كده ترانسفور. نفتح عشان قدرنا نتحكم في والسكيل هايت. خلوا بالكو انا انا عايز ستاير معنا كده ان انا عايز ان هو يزديني خطوط بالطول. اذا انا مفروض هعلي الهاية قوي بالشكل ده. خلاص. طبعا اخر ده ستمية. ممكن انك انت لو عايز ايما اكتر من ستمية تضغط على فكرة الكلام ده اي سلايدر لو عايز ايما اعلى من القيمة القصوى للسلايدر اضغط على الرقم وكتبت القيمة اللي انت عايزة. انا كتبت الف مسلا. الويتس انا محتاج اقلله شوية ممكن اوصله مسلا لتلاتين. بالشكل ده كده. لكن انا عايز يعني عايز ستاير نعمة شوية. عندي انا مش محتاجها. الديتيلز بنقدر نتحكم في قوة تفاصيلها او في التلاشي بتاعها من اللي هي يعني حرفيا بمعنى التعقيد لكن في شغلنا احنا معناها او التفاصيل. انا هخليها واحد واعمل اوكي ممكن عايز تفاصيل اكتر شوية اخليها اتنين اتين شوية بحيس ما يشليش كلها انا محتاج شوية لكن مش قوية او. بعد كده علشان نعمل الحركة بتاعت الستاير دي هروح اعمل انا كده. روح لاخر ثانية عندك ممكن احط دي تعملي اربع دورات مثلا كده. يبقى انا لو رجعت للأول وعملت زيرو من لوحة المفاتيح هلاقي ان من الثانية الاولى للثانية العشرة هتعمل تلات دورات. في حل تاني على فكرة. يعني في حل تاني بتاع دوت ممكن اعملها خلاص يعني انا هقف لغاية السانيتين دول ووريها لكو كده. حركة كويسة جدا. لكن ممكن ان انا اعملها بطريقة تانية. اضغط على عشان تشيل كلها. بعد كده مش هنستعمل بقى شغل هنضغط من لوحة المفاتيح وانت ضغط على عشان تجيب هتكتب في او حسب ما انت عايز تنتقها. اي حاجة ده عجبك. ولتكن مثلا مية وخمسين. ايه اللي انا كتبته ده? معنى كده ان انا بقول للطايم لاين ان تتحرك ازاي? يعني اضرب الطايم اللي انت واقف عليه في مية وخمسين ويديني. يعني لو انا مسلا واقف عند الثانية التانية بالمنظر ده كده. مفروض اتنين في مية وخمسين بتلتمية. شوف كده عاملة كام? عاملة تلتمية. سيبك من الكسر ده هي عاملة تلتمية. يبقى لو انا زودت سن حتى فريم واحد قدام اصبحت تلتمية وخمسة. لانه ضرب اتنين واحد من مية في مية وخمسين بتلتمية وخمسة. ده معنى كلمة اي رقم. عايز تسرع الحركة زود الرقم ده. عايز تقلل وقلل الرقم ده. ده بالنسبة لتحريك. طيب علشان اتأكد ان بتاعتي هتعمل مزبوط. افتح اقوله يعني الفريم اللي تبدأ بيه هو هو الفريم اللي تنتهي بيه. ده معنى كلمة لكن عايز اقول لكم حاجة. مش هتشتغل مظبوط مع مش هتشتغل مظبوط مع ليه? لسبب بسيط قوي. ان هو هنا ضارب واحد في مية وخمسين. تمام? وهنا ضارب عشرة في مية وخمسين. مستحيل ان يكون ناتج ضارب واحد في مية وخمسين هو هو ناتج ضارب عشرة في مية وخمسين. عشان كده استحال الفريم اللي هيبدأ بيه هو هو الفريم اللي هينتهي بيه. فحالة ما ازا استخدمنا في عملية تحريك يبقى الحركة دي ما تشتغلش معايا اللي ازا اشتغلت على الدورات مش الدرجات ده بالنسبة للتحريك بعد كده عايز قدي لوني عشان قدي لون عندي اتنين يخدموني في الموضوع دا قوي ممكن التلاتة كمان وعندي آآ ممكن كمان وعندي السي سي تونر ده من مجموعة السايكور ما بنزلش مع الافتر باي ديفولت خلاص وعندي الرابع نسيته آآ قال ارامل افتكرته ماشي يبقى احنا نيجي على الفراكتا نكتب سي سي تونر دابل كليك على سي سي تونر حلو اسم جميل على ده نيجي على ده بيتحكم في اللون اللي في المناطق الفتحة اللون المتوسط اللي بين الفاتح والغامق واضح من الاسم اللي هو الالوان الغامق نضغط على شوف اللون اللي انت عايزه للسطارة يبقى شكله عاملي زي انا مسلا في المرة اللي فاتت اخترت لون احمر هختار المرة دي لون يعني مش عارف اللون ده لونه ايه بس هو لون حلو يعني نعمل لو جينا نحرك هنلاقيه بالشكل ده هي يعني في ناس تقولك كويسة لكن انا يعني عايز اعمل تكاية صغيرة هاجه على الفراكتال نويز كنترول دي دابل كيت الفراكتال نويز وعلى الدابل كيت التاني هعمل البلندنج مود مالتيبلاي بالشكل ده يقومي يديني اندماج للفراكتال نويز في المناطق الغامق طيب عايزه انا حابة دي تلزي كمان بقى حابة دي تلزي حلوين كده حابة دي تلزي طول ما تجيش تقولي رفع كومبليكستي هنا لان لو انت رفعتها هنا هكنك رفعتها انا بالزبط انت معلتش حالي الحال انك تعمل تبليكيت التاني للفراكتال نويز خلي ده نورمال رجعه زي ما هو او خليه هنلاقي له حل دلوقتي للغمقان ده كل اللي بقى انت تعمله انت عايز طيب افتح ترانسفور خلاص كبر بتاع شوية بحيس يديه عشوائية شوية في اه التأثير تمام القصلي متأسف عترفحها شوية بالشكل دوت بس كده انت مش محتاج غير كده كده بص بقى انت عندك شادو يعني بص بص شوف كده شوف في هنا شادو خفيف قوي جاي من اين جاي من دي بص اه بالمنظر تلك كده اصبح عندي شادو خفيف جدا طيب عايز بقى ان انا ازبط الالوان مش الالوان ازبط الاضاءة العامة للمشهد بتاع اضاءة عامة روح على وضابل على بالشكل ده كده لما تحب انك انت تبين لون الضل قوي او الالوان الغمقه هتشتغل على تعمله كراش لجوه كده بحيث تبين الالوان الغمقه عايز تبين او تزرق الوان الفتحة اعمل كراش او الانبوت هويك عايز اباين بقى الالوان الوسطية عشان ما ما تتهش معايا زود الجامة الجامة على فكرة اللي هي الميت تونس عشان تبقى عارف يعني عشان ما تسمع مصطلح الجامة ده ما تخافش منه يعني بالمنظر او بالشكل ده لو انت بقى جيت تعمل زيله من لوحة المفاتيح اعتقد كده ان هو احسن من المرة الاولانية عملنا زي ضل للموجات داعت السطارة وعملنا ضل في الاماكن او ضل خفيف قوي في الاماكن الفتحة قوي في آآ الستارة دي ممكن على فكرة ان احنا آآ نعمل زي تقول لي ايه هقول لك يعني اكن مسلا في بقع ضوء في نص في السطارة دي كده بالشكل طب ازاي سهلة روح على خلي السولد دي اي لون يعجبك انا هسيبها سامرة بعد كده روح على اداة المسك انت غالبا هتلاقيها تانيك ضاغط عليها واختار الابس طول دابل كليك على الابس طول بعد كده ام ام عشان تجيب خواص المسك اعمل فيدر للمسك بالشكل ده والاكس بانجن قال له شوية بالشكل ده كده بحيس يديك تركيز في او فوكس في النص شوية بالشكل بعد كده المسك بدل ما هي هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده عايز يزود الفيضر يزوده بالمنظر ده ممكن كمان لو انت عايز يدي شكل احسن ممكن تخلي المود بحيس يبقى فيه مناطق فتحة فيه نص لازبوت كده ممكن تخليها خلاص بحيس يدنج يعمل بالندي للاسود مع الالوان اللي تحته خصوصا في المنطقة بتاعت الفيزر لكن انا شايف وليا يعني وجهة نظر ان خلاص احسن بحيس تديني حتة فتحة في المناطق اللي بتاعت الفيزر في المناطق الفتحة فقط لاغي ده انا عملت الزيره بقى من لوحة المفاتيح عشان اشوف بتاعي شكله اعمل ازاي هنلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده طبعا يا جماعة يعني من الايفكتات القوية مش الايفكتات ضعيفة يمكن اا لو عرفت ازاي تستغله هتعمل بي حاجات جميلة جدا كتيرة جدا 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 بصراحة انا مش هارف احصرها يعني حاجات كتيرة قوي انا عملتها خصوصا بالفراكتال نويز اا وان شاء الله انا هحاول ان انا امرانكو عليه كتير لان هو تقريبا انا هعملولكو في كل الخلفيات يعني على ما اقف تكر اا يعني انا فيه في دماغي كزا حاجة كده هعملهم بالفراكتال نويز حتى لو ما نفعتش بالفراكتال نويز هحاول ان انا اعملها برضو بالفراكتال نويز ادي الشكل اللي احنا عاملين voglia اه ده شكل طيب تعالوا نعمل كورتين دي ودابل كليك عليها كده خلاص عشان هعمل منها حاجة تاني الاول هشيل السولد بتاعة الفينيت انا مش محتاجها نيجي بقى الليدي نشيل فراكتال نويز اتنين واشيل تلاتة واشيل ليفلز بس هسيب الفراكتال نويز ده تمام واسيب السي سي تونر هضيف حاجة حلو قوي هضيف اسمه موزايك موزايك او دابل كليك على الموزايك تعالى على الموزايك ده على فكرة بيعمل لك بلوكس زي مربعات كده بس في عندك هوريزونتل وفي عندك طبعا انت بتحط العدد اللي انت عايزه يعني مسلا في هوريزونتل هحطوه الاربعين بلوك في احط له مسلا خمسة وعشري بالشكل ده كده ممكن اقول له عشان تبقى الوان متبينة وخلي بالك احنا اصلا كده كده عندنا حركة من الفراكتل نويز من قبل كده طيب في بقى ممكن نعمل ايه ممكن ان احنا نعمل دابل كيت ليه الفراكتل نويز بالمنظر ده ونخلي وبرضه ايه نزود او نرفع الكنترست بتاع ونرفع او نقل البرايت بتاعه نخلي بالمنظر ده كده نقللها شوية بقت بيه الشكل ممكن تغير كمان تخليه خلاص اصبح عندك الافكتل فيه الشكل لا طب تعالو ليه الموزيك اه ممكن نقلل البلوكات شوية ونزيد دول شوية ونخلي دي مسلا عشرين ونخلي دي ستين بالشكل تاكيد. طيب انا عايز اعمل حاجة تانية. تعالوا نشيل ده. وبدل ما نعمل للافكت تعالوا نعمل للاير نفسها. للاير نفسها. بس قبل نفسها ما عمل لها هاجف ده ممكن اخلي الوفرفلو كليب عشان تديني فواصل قوية قوي كده. واخلي دي برضو كليب زي ما هي. وبدل البليند مود هاردلايت. شوف كده عملي فرقات كويسة جدا وجميلة جدا 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 بين الطبقتين وبعضهم. طيب كده العملية مزبوطة ما فيش فيها اي مشاكل. طيب. نقفل دوت. ودعالوا بقى عشان نبين قوي الحواف. انتو زي ما انتم شايفين فينا حواف آآ مش باينة. في عندي اسمه. على فكرة ده في اخوه في الفوتوشوب. دابل كليك. لا يبقى دابل نحط بقى آآ لاير نحط ده عليها بالشكل ده كده. خلاص بس اخلي بالك شوفت هو انا اعمل ايه? انا عايز اعمل له مع بالشكل دوت كده. بعد كده بقى عشان دي بقى قوي نخلي جي بس خمسين. ونخلي المود كده بيين لي قوي الحواف اللي عندي فيه السين كلها او فيه المشهد ككل بالمنظر ده هو كده. طبعا على فكرة تقدر انك انت تغير فيه كل الكلام اللي احنا آآ عاملينه دوت انك انت ممكن تزود مسلا الكونترست او تقللها حسب ما انت عايز. هنا برضو آآ نفس الموضوع ممكن تزود الكونترست بتاعت بحيز تباين آآ آآ الالوان اوي. طيب انا عايز اللون العام برضو كالعادة ان انا آآ افتح اللون العام ده. ممكن ان انا احط برضو ودبل كليك على نفس القصة اوضح مناطق الظل ونفس الموضوع اوضح المناطق الفتحة وبرضو اوضح ايه الالوان الوساطية بالمنظر ده كده. اه دي شكل تاني برضو باستخدام فيه بقى حاجة ممكن اقول لكم حاجة حلوة قوي. لو انت عايز الافتحة ده يبقى فيه ارجانيك شوية تعالي على الفراكتر نويز اتنين دي والغي منها الموزايك. بوش شكلها باعمل ازاي؟ شكلها ادك حاجتين يعني ادك برضو بلوكات وفي نفس الوقت ادك فيه كده فيه حركة نعمة قوي قوي فيه اه الوسط. ده او دي كانت المحاضرة التانية من اه محاضرات سلسلة صناعة الخلفيات استخدلنا برضو فيها الفراكتر نويز لكن المرة كان معاها كان معاها كان معاها 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 وكان معاها كمان الموزايك وفي الاخر نتج عندنا شكلين؟ الشكل الاولاني اللي هو خاص بالكورتن او والشكل التاني اللي هو استخدمنا فيه الموزايك وداني زي ما احنا شايفين. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.